السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المتابعين نرحب بكم أينما كنتم ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم كل ما هو حصري وجديد من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي أجمع ولا تنسوا أحبائي الإعجاب بالفيديوهات والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وحصري من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي وبسم الله نبدأ وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس عن إطلاق رواتب متقاعد العمال المضمونين لشهر أيلول وذكرت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلوط حيران فنجان في بيان انتلقته كالة إرث نيوز أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول من العام 2023 وأضافت أن الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا ليوم الخميس الموافق 31-28-23 أعزائي المتابعين نرجو أنكم قد أفدناكم ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو وإذا كنتم لأول مرة تشاهدون فلا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو حصري وجديد من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي أجمع